لا ما سبب ليش داخلين أولاً أنا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى يعني بالتأكيد دايقت مش هقولك أنا ملاكي وما تدايقتش كنت كنت مدايق جداً 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 بس في الآخر الحقيقة لما فكرت ما ينفعش إن أنا عاقب كيان الجماهيري للأهلي بقرارات شخصية من مدرب الفريق يعني أو لظروف الماء يعني حتى يعني يقولك إن كان وقتها إن عصام كان في حالته كويسة وأنا كنت في حالته كويسة هي النقطة كلها مش نقطة إن كان التأثير من عندي بالتالي أولاً ما حكينش حصل تجربة أصلاً يعني إنتا دينا الفرصة وخلي فيه تنفسية وبعدين نتكلم مين إنما ما نفعش تكون إيديك متكتفة ورجليك متكتفة وتقول إنت ما بتنفسي ما نفسي فين يا ابني يا حبيبي أنا لعبت ماتشين وماتشت قدتهم بشكل كويس جداً رغم أبوعة دي ماتش مع الإسماعيل اللي كسبنا وقتها كسبت وقتها أربعة عبين أو مش عاف كم ومش فاكر ساعة أربعة وكان ماتش من أحصل وماتشت لعملتها وماتش في كاس العالمان دي لما كان بيحصل فيه منافسة في كتول السنين اللي فاتت وأنا وعصام في المنتخب كان في بعض الأوقات هو بيأخد وفي كتير من الأوقات أنا كنت بيأخد يعني لما كان فيه منافسة حقيقية معي إنما في الأهلي ما كانش تجربة يعني مش ضغينة سابت ديء بالنسبالي إن أنا كنت رايح عشان حاجة معينة ومقدرش حققها مش مقدرش مقدرش حققها مش بيقردتي إن أنا ألعب منتخب مصر هو ده كان الوجع الحقيقي يعني العمل كان عالم عمل إعلامي كان أولاً قناة الأهلي كانت في أحسن وقتها وحالتها النقطة الثانية إن هي كانت قناة رياضية هي طبعاً تحت اسم النادي الأهلي بس أنا كنت شايفها قناة الأهلي زيها زي قناة النيل الرياضة زي مودن سبورت وقتها زي قنوات الرياضية بداية إن مدير القناة كان أستاذ مصفى جمعة ده من أفضل الناس اللي أداروا القناة كان زي مركوا جداً كان موجود في القناة فريق تحليل فني وكانوا عاملين في القناة كان كابتن طه بصري وكابتن أحمد عبد الحليم وكابتن طرق مصفى وقتها يعني ففي الآخر فكرة القناة وده اللي أكدوه وده اللي شجعني أكتر إن أنا أشتغل في قناة الأهلي كانت فكرة القناة قناة رياضية وأنا حتى وأنا حريص جداً وأنا بتكلم دايماً في قناة الأهلي بتكلم على يعني ما احترام الكامل وده ما يقللش من النادي الأهلي يعني عمري ما اتكلمت بإسم الأهلي إن إحنا أو بتكلم على النادي الأهلي عمل كذا النادي الأهلي عمل كذا النادي الأهلي عمل كذا يعني فمنتهى الاحترافية وأنا كنت واخد بالي كواس قوي في كلامي وأنا بتكلم ده كان عمل إعلامي كنت بشتغل مع الأهلي كنت بشتغل مع أون تيفي وقتها أو أو تيفي بشتغل في بعض الأوقات مع النيل الرياضة فكان مدام أخدت الكرير الإعلامي فبأخذ الكرير الإعلامي بممتالة احترافية والمهنية برضا